نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية للنزلات الحاضنات واسمح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد كما تمت اتحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح للاحتفال مع زوجتهم وأمهاتهم النزلات وذلك لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنزلات الحاضنات والسماح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النزلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم أحلى مفاجأة صراحة شفتها النهاردة أن أنا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حدني وقعدت معهم أكتر وقت ممكن وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشوا نشكر السيد الرئيسة الدمورية بالمناسبة الجميلة دي ومناسبة العيد طبعا ودي حاجة ملاحد ما كانش متوقعها اللي احنا مثلا يحصل زيارة زي كده وحفلة للأطفال والاجتماع بالأم والقعدة الجميلة دي كلها كده أكيد يوم بيبقى جميل جدا أنت تعيش العيد مع والدتك وقريبة بشكل عام فبنشكر سيدة الرئيس جدا وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي تحتها لنا النهاردة خلاص كل اللي فاتم ساها ومن وقر اللي جاي حياة ومستحيل فيهم ترفض حياة أفضل أنا كنت مبسوطة جدا وما كنتش متخيلة فعلا أن احنا نعد الوقت ده كله مع بعض وان احنا هنقعد من أول اليوم لحد ده الوقت احنا بقالنا أكتر من خمسة ساعات تقريبا عادي معادي طبعا أنا حسن أن أنا حضن أولادي إن أنا شبعينا من أولادي على عد أن أنا ببقى مفتقدهم وقت الزيارة فأنا حسن أن أنا شبعينا منهم حسن أن هم أفحودهم بس كل وزارة الداخلية ليها جماعتنا وجماعتي وجابولي من المراكز ليها تضم شامل هنا المفسوطين طبعا حاجة جميلة جدا كل أم معاها طفل بتتعامل معاملة قدمية طفلها بيتعامل معاملة يمكن مش هيشوفها برا من كل حاجة بتتوفر الأطفال من ألعاب من الحاجات الشخصية بتاعت الأطفال من اللبن من البامبرز كل الحاجات متوفرة لهم هتتغير ومن بكرة معك أجمال هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية قول الرئيس عبدالفتاح السيسي متشكرة جدا كل سنة وحضرتك طيب شكرا على كل حاجة جزاك الله عننا كل خير بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة بجد طيب يسمى يسان الطهرنة أنت الحامل مصرنا معاك هنعمر أرضنا وهنعلى أكتر من زمان ده الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى ده أنت اللي إذا ما قلتها تحيا مصر للأمام تحيا مصر للأمام اشتركوا في القناة